بسم الله الرحمن الرحيم في هذه المحاضرة سنتناول درسا جديدا وهو التفريق بين الهاء والتاء المفتوحة والتاء المربوطة ان شاء الله تعالى لاحظوا معي هذه الكلمات تاه تائه تيه نبه تنبيه منبه لاحظوا معي ان في اخرها هاء تاهاء سواء وقفت على الهاء فقلت تاه تائه اذا هي هاء في حال الوقف او سواء وصلت في حال الوصل ايضا انت اذا وقفت على هذا الحرف ستقول تاه تائه تيه نبه تنبيه منبه هاء في حال الوقف وايضا هاء في حال الوصل وهو ان تصل الكلمة بغيرها فتحرك الها او تنونها فتقول تاه زيد تائه وحائر تيه وحيرة نبه وأكد وأكد نبه وأكد تنبيه وتأكيد منبه قوي منبه قوي لاحظ معي انك في النطق الصوت الذي تخرجه النطق في حال الوصل وفي حال في حال الوقف وفي حال الوصل المنطوق هاء لذلك كتبت كتب الحرب في اخر الكلمة هاء بهذا الشكل وان كان الحرف الذي قبله لا يوصل به كتبت بهذا الشكل وان كان الحرف الذي قبله يوصل به كتب بهذا الشكل إذن الها تنطق هاء في الوقف والوصل وهذا هو الأصل في جميع الحروف الأصل في جميع الحروف أن النطق بها ثابت في حال الوقف وفي حال الوصل أيضا التاء المفتوحة هنا بات في حال الوقف تنطق تاء بات لذلك كتبت تا ثبت كتبت أمهات نبات أوقات وفي حال الوصل أيضا تنطق تا نقصد بحال الوصل أن تحرك الحرف أن تحرك الحرف أو أن تنون الاسم كان يقبل التنوين فتقول بات بات ونام ثبت وصبر كتبت وتعلمت كتبت وتعلمت كتبت وتعلمت إذا وصلناها فإنها تنطق تا أمهات مخلصات نبات أخضر أوقات سعيدة نطق هذا الحرف تا في الوقف والوصل لذلك رسمت تا لأن الأصل في جميع الحروف أن تكون ثابتة في نطقها في حالة الوصل والوقف ولكن حين وجد العلماء كلمات مثل جامعة ومثل طالبة عالمة وجدوا أن هذه الكلمة في حال الوقف في حال الوقف تنطقها لذلك أنا أقول جامعة طالبة عالمة ولكن في حال الوصل يختلف الحال وهذا هو الجديد لأنك تقول جامعة الملك جامعة فكان الأصل أن تكتبها جامعة حسب ما نطقتها جامعة الملك بالوصل وأن تقول طالبة طالبة متفوقة وأن تقول عالمة فذة لذلك كان من حقها في حال الوصل أن تكتب تا مفتوحة وفي حال الوقف أن تكتب ها ولا أستطيع أن أجعل للحرف الواحد رسمين مختلفين فاخترع العلماء فكرة التا المربوطة لذلك قالوا سنعد هذا الرسم خاطئ وهذا الرسم خاطئ ونأتي برسم جديد نجمع فيه بين الحرفين لذلك أخذوا شكل الها فقالوا تكتب بهذا الشكل ها ثم نستعير من التا النقطتين ونضعها هنا فقد وضعنا في هذا الحرف شيء من الها لأجل الوقف وشيء من التا لأجل الوصل لذلك تكتب جامعة بهذا الشكل فإن وقفت تجاهلت النقطتين وإن وصلت اعتبرت النقطتين في النطق لذلك تقول جامعة الملك خالد جامعة الملك خالد إن وقفت هنا قلت جامعة وإن وصلت قلت جامعة الملك خالد لذلك الآن أصبح الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة هو أن التاء المفتوحة تاء في الوصل وفي الوقف في حين أن التاء المربوطة تاء في الوصل وليس التاء في الوقف الفرق بين التاء المربوطة وبين الهاء هو أن الهاء هاء في الوصل وفي الوقف في حين أن التاء المربوطة هاء في الوقف دون الوصل لذلك الذي ينقط هو التاء المربوطة ولا يجوز نقط الكلمات المختومة بها كما سنرى في التطبيق الآتي إن شاء الله تعالى لاحظوا معي هذه الكلمات سفيه حتى تعرف هل تنقط أو لا تنقط نونها سفيه 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 لذلك مدام أنها هاء في الوصل والوقف فإنها لا تنقط وكذلك إذا قلت وجه فتقول وجه ومثل هذه تماما أن تقول وجيه وجيه ووجيه موجه وأن تقول شفاه شفاه وأن تقول أفواه أفواه إلى آخره الهاء في جميع هذه الكلمات هاء في الوصل وفي الوقف لذلك لا تنقط لأنها هاء لأنها هاء أيضا إذا أخذت التاء المفتوحة التي تكون تاء في الوصل وفي الوقف فإنك تجد في الأفعال مثلا نحو كبت ومقت هذه تاء كبت ومقت إن وقفت فقلت كبت وإن وصلت قلت كبت و فإنها تاء في الوصل وفي الوقف أيضا تاء التأنيذ كان أقول هند كتبت وشربت وضربت إلى آخره وشربت هي تاء كتبت كتبت و تاء في الوصل وفي الوقف لذلك تثبت أيضا تاء الفاعل الذي تتحدث به عن نفسك فتقول كتبت هذه تاء تقول كتبت كتبت و فهي تاء في الوصل وفي الوقف وقد تكون للمخاطب كأن تقول كتبت و أو للمخاطبة كأن تقول كتبتي و فإنها تكون تاء في حالة الوصل والوقف أيضا حين نقول مدرسات في جمع المؤنث السالم مدرسات في حال الوقف مدرسات مخلصات تكون تاء في الوصل أيضا انظر أيضا إلى بيت وإلى الجمع بيوت تجد أن التاء تنطق تاء في الوصل وفي الوقف أيضا حين تنظر إلى زيت وزيوت والأمثلة على ذلك كثيرة جدا لما نطقت التاء تاء في الوصل والوقف كتبت بهذا الشكل ولكن حين نأتي إلى كلمة في آخرها حرف ينطق في الوقف هاء وينطق في الوصل تاء فإنها التاء المربوطة انظر معي إلى كلمة قراءة حين تقف قراءة حين تقول متواصلة تقول قراءة هاء لكن لو قلت قراءة متواصلة فإنه لابد أن نضع التاء لأجل حال الوصل إذن نحن جعلناها هاء لأجل الوقف وجعلنا هاتين النقطتين لأجل الوصل لذلك لابد أن تنقط هذه ومن الأخطاء الشائعة أن تكتب هذه الكلمة بهذا الشكل قراءة متواصلة وتترك النقط لابد أن تضع النقطتين حتى تفرق بين التاء المربوطة وبين الها من الأخطاء الشائعة أيضا أن تكتب الها ثم تنقط كأن تكتب منه كثير من الطلاب يكتبها هكذا والتاء لا تنقط إلا إذا كان التاء مربوط هذه ليست التاء هذه هاء لذلك من الأخطاء الشائعة نقط الها وعدم نقط التاء المربوطة والأمثلة على ذلك كثيرة لاحظوا معي حقيقة هاء لكن إذا قلت حقيقة دامغة فإنه لابد من وضع التاء لأنك حين جربت الوصل وجدت أنها تاء لذلك نقول هنا هاء في الوصل وفي الوقف هنا تاء في الوصل وفي الوقف هنا هاء في الوقف تاء في الوصل ولذلك جمعنا في رسمها بين شيء من الها وشيء من التاء تذكر دائما أنه يجب عليك أن تنقط التاء المربوطة وأن ترك النقط خطأ شائع وحذاري من نقط الها لأن الها هي الها في الوصل أو الوقف لذلك كانت هذه خاطئة كان هذا درسنا في التفريق بين التاء المربوطة ومن ناحية وبين التاء المفتوحة والها من ناحية أخرى نلتقي مجددا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر